ومشاهدين هلأ بدنا نحكي بتفاصيل موضوعنا الطبي لليوم فقد لا يستطيع بعض الأشخاص ترك أعمالهم اليومية في فصل الصيف مهما بلغ ارتفاع درجات الحرارة مما يعرض الكثير منهم نتيجة لطبيعة عملهم لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة الأمر الذي قد يعرضهم لحوادث ضربات الشمس يلي رح نحكي عنا بالتفصيل اليوم وأيضا عن سبل الوقاية منها لكن بداية نشوف سواها التقرير تتعرض معظم البلدان العربية في فصل الصيف لموجات حرارة مرتفعة واحتداد في أشعة الشمس الأمر الذي قد يتسبب بالإصابة بضربات الشمس تعتبر ضربات الشمس من أكثر الأمراض خطورة المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وتندرج تحت قائمة الحالات الحرجة فقد تؤدي ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن ضربات الشمس إلى تلف أجزاء من الدماغ بالإضافة إلى تلف بعض الأعضاء الداخلية من جسم الإنسان والتي ينتج عنها تشد نجات في الجسم بسبب ارتفاع درجة حرارته أو قد تؤدي إلى حالات إغماء أو حتى الوفا ففي الهند وحدها توفي أكثر من ألف ومئة شخص الأسبوع الماضي جراء موجة الحر التي اجتاحت البلاد وتتمثل الأعراض في صورة غثيان وسرعة ضربات القلب وتشنجات العضلات والهلاوس والارتباك بالإضافة إلى عدم التعرق مع ارتفاع الحرارة وأحياناً قد تتطور الأعراض لتصل إلى فقدان الوعي والإغماء أما الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها حين شك بالإصابة بضربة الشمس فينبغي فوراً الإسراع في نقل المصاب للمستشفى ولكن لحين وصوله يجب إسعافه بنقله لمكان بارد ومضلل واستخدام كمادات المياه الباردة لخفض حرارة جسمه ونزع الثياب غير الضرورية عنه ولعل أكثر الأشخاص عردة للإصابة بضربات الشمس هم سكان المخيمات إذ يتعرضون بشكل يومي لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة كما يقومون بنشاط حركي كبير وخاصة الأطفال لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لبرنامج جولة الصباح نور حداد أورينت نيوز إذن مشاهدين ضربة الشمس أعراضة وطرق الوقاية منها ومن أكثر الأشخاص عرض الإصابة بها رح نحكي بجميع التفاصيل مع دكتور هشام الديري أخي الصحة العامة صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح جميع الأخوة المشاهدي ندخل بالموضوع مباشرة كيف نعرف ضربة الشمس دكتور الآن ضربة الشمس هي من عدة من الأمراض صارت لأنه هي السهل الممتنع شيء بمتناول إيدنا له علاقة بوعينا الصحي ضربة الشمس مرض بيؤدي لارتفاع درجة حرارة الجسم ممكن وهو هذا اللي بيصير مو ممكن أنه يعرق الوظيفة الدماغية في السيطرة على درجة حرارة الجسم ارتفاع لما بيفقد الدماغ السيطرة على درجة حرارة الجسم فممكن يأدي أكتر الظواهر عنها هي فقدان الوعي يعني هاي بالدرجة الأولى في عنا التعرق الشديد اللي هو بالتالي كمان بيطرح السوائل وبيساهم أكتر في زيادة ارتفاع درجة حرارة الجسم فهي الموضوع كليات وضربة الشمس بتتلخص أنه ارتفاع حرارة الجسم اللي ممكن تسبب لنا أكتر من مرض وتعطل وظيفة الدماغ المسؤولة عن التحكم في درجة أو السيطرة على درجة حرارة الجسم عم تقول دكتور أنه بتسبب في الكثير من الأحيان لفقدان الوعي يمكن هاي بأعقد درجاتها يعني ممكن الواحد مثلا بس يدوخ بس يشعر أنه ضغطه نازل يعني هاي من أعراض الإصابة بدربات الشمس أيضا؟ طبعا هلا أشوفي الواعي بيعرف أنه والله هلا أنا في عندي حالة فقدان وعي أنه هلا لح أفقد وعي لح غيب غيب عن الدنيا لكن الطفل الصغير مثلا شلون بده يقدر يوصل لك الرسالة أنه أنا لح أدوخ أنا لح أفقد الواعي فهي الفكرة كله ياته أنه اللي بصير عنده موضوع أنه غياب عن الواعي بعد تعرضه لأشعة الشمس الحادة ومثل هاليومين اللي مرأة والأسبوع الماضي وعلى ما يبدو لحي يجينا أكتر بالأيام الجاية فهل موضوع حقيقي إحنا لازم يكون فيها وعينا أكتر يعني على سبيل المثال اللي ما لهم اضطر أنه يكون متواجد بأشعة الشمس بالخارج يا ريت نخليه جوا خصوصا الأطفال حضرتك حكيت بتقريرك أنه مين هن أكتر الفئات هن طرفين العمر تحت الأربع سنوات وفوق الخمسة وستين سنة هدول أكثر عرضة أو أكثر مخاطر عليهم لأنه بيكون يعني أمورهم مناعته آقل ممكن مناعته آقل مو ما العلاقة نهائية في المناعة ولا الجهاز المناعي أي علاقة لكن هون فكرة أنه هنين قديش مختزن جسمهم سوائل فطرفين العمر بيكون أقل فبالتالي ما بتعرض لأشعة الشمس وبيكون لفترة طويلة بيكون أكتر يعني عنده قابلية أكتر على ارتفاع درجة حرارة جسمه وفقدان وعيه يعني الأعراض الثانية اللي هي الإقياء الغثيان هاي الإقياء بحد ذاته هو اللي بيسبب كمان انخفاض نسبة السوائل بالجسم صح هاي يعني كلها تقلوا علاقة بشغلة واحدة هي درجة حرارة الجسم ضربة الشمس بترتبط فيها في عنا شيء احنا بيلتبس معنا بس قبل هيك دكتور حتى أيضا نمنع الالتباس لو سمحت عم تقول حضرتك أنه طرفي العمر اللي هنه أقل من أربع سنين وأكتر من خمس وستين سنة هنه أكتر تأثيرا بالأعراض أو الأعراض تكون عليهم أشد بس بالتأكيد يعني الفئة اللي بي يعني الفئة الثانية معرضة اللي بينها العمرين معرضة ومعرضة جدا إذا ما بتقي نفسها موهي طبعا كل إنسان بيطلع لفترة طويلة بأشعة الشمس القوية هو معرض لأنه يصاب بضربة الشمس لكن هدول أكتر خطرا يعني التأثر عليهم بيكون أكبر يعني الطفل عمره تحت الأربع سنوات أصيب بضربة شمس نتيجة لعبه الغير مسؤول لا منه ولا من أهله في أشعة الشمس هذا ممكن يؤدي إلى وفاته طبعا وكذلك نفس الشيء الأعمار الكبير اللي فوق الـ 65 سنة بيجو كمان بتعرفي حضرتك اللي فوق الـ 65 يكون عندهم الأمراض المزمنة كمان هدول لون علاقة في التأثر الأكبر من ضربات الشمس نعم نعم هلا دكتور السبب المباشر هو التعرض لأشعة الشمس بالتأكيد لكن هل أيضا العمل بظروف يعني صعبة مثل مثلا أماكن حتى لو كانت مغلقة لكن درجات الحرارة فيها كتير عالية أو نسب الرطوبة فيها كتير عالية هل بتأثر أيضا على يعني وظائف الدماغ والدماغ أو ضربات الشمس هلا هي ضربة الشمس بتجي ناتجة عن ارتفاع حرارة الجسم فبالتالي أي مكان مغلق غير معرض للتهوية نعم أو حتى لو كان في الظل هلا أحد أسباب يعني أحد وسائل معالج ضربة الشمس هي استحاب المصاب إلى الظل طب إحنا فيه عندنا أماكن عمل مغلقة مثل المناجم صح أي عمل أي مكان مغلق حتى لو كان مغلق وبعيد عن الشمس لكن درجة الحرارة العمل فيها عالية فهو بيؤدي إلى يعني ارتفاع درجة حرارة الجسم لإصابة بأعراض نفس الأعراض ضربة الشمس نعم فيه عندنا مرض تماما هو بلتبس علينا مع ضربة الشمس اللي هو الإرهاق أو الإجهاد الحراري صح هلا الاثنين يعني اتنين بيشتركوا بصفات لكن منفرق بيناتهم كيف ضربة الشمس ارتفاع حرارة ويعني الإجهاد لا ويصير فيها تعرق تعرق الآن الإرهاق الحراري ما ضروري ترتفع الحرارة ما ضروري لكن الأعراض نفسها طريقة المعالجة نفسها ما بتختلف نهايا إلا فقط بشيء أنه بالإرهاق الحراري ما بيصير عندي ارتفاع درجة حرارة الجسم ضربة الشمس احنا فورا بس يعني أول ما بتبادرلك أنه هذا لازم ننزل حرارته لأنه بيّن ظهر على جسمه على مناطق تحسس حرارة الجسم الجبهة تحت الأبط تحت اللسان أنه حرارة تصير في إحمرار يعني كتير بالتوهج بالتوهج طبعا إذا هو قدر يحكي لك إذا قدر المصاب بضربة الشمس أنه يحكي لك لحيقلك حاس حالي لحطو هذا المصطلح اللي بيحكوه من التوهج طبعا لكن هو حقيقة ما لا حيقدر إليك لحيكون هو مصاب يعني إذا مو فاقد للوعي فهو ميال لفقدان الوعي ما لحيقدر يعطيكي هالمعلومة هي طب الإجهاد الحراري دكتور يمكن فيه كتار منا يعني منطلع بالشمس مثلا أو طبيعة أعمالنا تتطلب وجودنا يعني تحت الشمس لفترة منيحة وهيك منعبر دايما أنه أنا مثلا رأسي صار كتير وعمبوجعني أو حاسي ضغطي نازل فبالتأكيد هي ضربة شمس إذا هون مو ضربة شمس بتكون إجهاد حراري إجهاد حراري صرفنا كتير من السوائل ما أخذنا يعني ما عوضناها مباشرة والتعويض ديكون يعني تعويض أكتر من الحاجة يعني في فرق أنت بحالة خلال وجودك في عملك ممكن تشربي لك كاستين موي بالنهار لكن أنت ما بتكون يبرة وعم تصر فيه عن طريق العرق يعني أو التعرق فأنت بالتالي ما بحاجة كاستين بلنا يمكن ستة تماما على هالشكل هذا فلازم تعويض السوائل هو اللي بيرجع ميزان التوتر الشرياني أو ميزان خلينا الحفاظ على توازن الجسم بمربوط بالسوائل الموجودة داخل جسمك نعم طب هلأ دكتور إذا بنتحدث عن الخطورة لا ضربات الشمس يعني اتفضلت حضرتك وحكيت أنه في أطفال الأسف يعني بيوصلوا للوفاة بسبب مثلا عدم إسعافهم بالطرق المناسبة لكن الأشخاص أيضا اللي يعني ما بياخدوا العلاج المناسب شو ممكن أيضا يوصل في هون الوضع إذا مش وفاة يعني ممكن مثلا يدخل بي غيبوبة مثلا تامة لا هي غيبوبة ريتم أنه اتخاذ التدابير الإسعافية نعم يعني هلأ في عنا قلتلك مرتبة الأمر بالوعي الصحي يعني إذا والله ما اجي الولد جابوله عند أهله أنه والله شوف داخل فبتعرفي فيه مو كل الناس على سوية واحدة من الوعي الصحي راحت الأم مثلا سطحته غطته ما هو درجته عالية صح أنت لما بتزيدي درجة الحرارة كمان زيتي العبق بتعرفي الخطر أكتر بالضبط هلأ هون يعني بينما يتأمل الإسعافات المناسبة لهيك طفل فهو لحي يدخل في عدة أمور يعني بعدة أمور خطيرة يعني ارتفاع درجة الحرارة الجسم بشكل عام أو هذا بشكل خاص وشكل خطير جدا يعني موضوع ممكن تؤدي للالتهاب سحاية يعني على سبيل المثال بسبب درجة الحرارة العالية درجة الحرارة المفرطة المفرطة فبالتالي إحنا يعني بالفعل أنتوا جدا لفتي رائعة بما أنه الأسبوع الماضي كان فيه ارتفاع درجة الحرارة وكانت للمرة الأولى فكتير رائع عنكم يعني تتعرضوا لهيك موضوع لأنه لحنا نتعرض له كتير صح الفكرة أنه إحنا ضربة شمس يعني ارتفاع درجة حرارة يعني أول شيء لازم لكل الأهالي كل العاملين كل الزملاء أنه يفكروا بشيء واحد هذا الإنسان اللي صابته لازم إحنا فورا نجي ننزله درجة حرارة جسمه شلون؟ يعني بتصور هلأ إذا نجيب شريحة كبيرة من المجتمع نسألهم شلون ننزل درجة حرارة الكل بيجاوب فخفض درجة حرارة الجسم هي هدفنا بس فيه اعتقادات يعني خاطئة يعني إحنا طول عمرنا بنعرف إنه والله إذا واحد ارتفعت درجة حرارة بنعمله كمادات مثلا لكن فيه ناس بتعمل كمادات كتير بردة أو بتحط تلج أو بتغطسه بمي كتير بردة كمان هاي يمكن مو كتير صحيحة لأصل الكمدات تكون فاترة ولا لا يعني بدنا ياك تصوي بلنا هلأ جزء من كلامك بيأخذ الاحتمالات الصحيحة 100% اللي هو إحنا بنو نخفض درجة الحرارة لكن مو بتلج فيه ناس كتير هكذا ممكن ننزلوا في وعاء مثل بانيو للطفل بتحطيه بأي شيء ممكن نحطه تحت حنفية بس المي فاترة تكون يعني المي عادية بس مو باردة كتير يعني لا منقول لهم خدوها من البرادة تبع المي والله لا إحنا بناخد نخفض درجة الحرارة بشكل أو بآخر لكن مو بتلج التلج أنا ممكن يعمل لي مرض يوصلني لمرض آخر تقبض شرياني تقبض شرياني ممكن يعمل لي حالات كتير سيئة ويا ما صار وفيات عن هالطريق لكن لابد من خفض درجة الحرارة لهون أنا بحب إلفت انتباه يعني الجميع الأخوة اللي بتعرضوا للحرارة إحنا دائما منحط الكمادة على الجبهة شيء مو سيء لكن مركز تنظيم حرارة الجسم مو هون أبدا هو تماما بالرأبة يعني من الخلف هون لازم تكون الكمادات وإحنا ممكن نحط لتحسين الحالة العامة إنه منحطها على الجبهة إنه الجبهة تحتم منها العينين العينين إذا نزلت درجة حرارتهم بتلاقيك بيعطوك نوع من الهدوء حتى الإنسان المرهق إذا بيرجع من العمل لما بتطلعوا مثلا من مكان عملكون للبيت حسيتوا حالكم في حالة توهج إذا بتجيبوا كمادة بتحطوها على عيونكم ترتاحوا لكن خفض درجة حرارة الجسم شيء آخر يعني على سبيل المثال هالمنطقة هي اللي هي الرأبة الخلفية تماما هاي لهذا المكان إحنا دائما لما بيمرض الشخص مرض عادي مو ضربة شمس بيكون متسطح أكيد على أفا فبالتالي هالمنطقة هاي بالأساس هي يعني مكمورة 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 ما لا حيحة ولا كمادة فإحنا بالأساس إحنا أي طفل بيجي لعنا على العيادات بيكون درجة حرارة ومرتفعة أول ما بيتبادر لنا يعني الأهالي كتير بيشوفوا إنه بالطبيب يعني أو التصرف الأول الإسعافي اللي ممكن يجنب الولد أي آثار يعني أنا هاي الأشياء البسيطة اللي إحنا ربينا عليها وتعلمنا كيف نعملها خلاص طريقة معينة لكن في طرق أصح يعني مثلا أيضا بالكمادات مثلا مننسى نحنا الرقبة أول مرة بعرف عن الرقبة منحط على الجسم مثلا على الإدين على الرجلين بيساعد دكتور ألا هو خفء أنت مو بدك تخفضي درجة الحرارة وين ما حطيته الكممادة أنت شغلة صحيحة لكن إحنا من التحرى دائما يعني هي شوفي وين في عنا الأوعية الدموية الظاهرة هلا دائما هي مناطق الثانيات الأبطين يعني تحت الأبط بالثانيات الفخذية بالرقبة بالخلف طبعا هاي الأماكن بيساعدوا فورا على خفض الحرارة لأنه موجودة هون الأوعية الدموية السطحية لكن هو المركز أو الحزم اللي مسؤولة عن خفض درجة الحرارة هي موجودة بالرقبة بالخلف نعم وهون إحنا لازم نركز عليها يعني فورا طفل كبير صغير يعني بالإسعافات الأولية ضربة الشمس أنه نحطه في ظل نعرضه مثلا كل شيء فيه من الملابس الغير لازمة يعني منعني الغير لازمة أنه والله كل شيء خارجي أنه من جردويا وممكن إحنا يعني نحط عليه مي كتير نكب عليه مي ونسلط عليه مروحة ماشي هذا كله بيجوز بس كمان أنا يعني كاجتهاد شخصي أنه يكون مايل على أحد أطرافه أم اليمين أو اليسار لأنه بيكون فيه حالات إقياء صح وحالات فقد الوعي الإقياء بحالة فقد الوعي هو من الشغلات الخطيرة طبعا ممكن بزبط ممكن يخطني فأنا بفضل أنه يكون على أحد أطرافه أم اليمين أو اليسار نضجعه ويكون فيه ساعته أنه مروحة مصلطة من الخلف هي ممكن يعني خلال دقائق تحسني الحالة العامة طبعا بيها الأثناء يعني خفض درجة الحرارة هي مسلم فيها وهي أول خطوة لازم نفكر فيها بعد ما نحطه بالظل بيها الأثناء شو منعمل كمان عزرا أنا بس ممكن محسسة شوي بس شو فينا نعمل كمان يعني إذا صاحي الشخص نشربه سوائل نشربه ماء شو منعمل أنت مجرد لو أحد مصاب بضربة شمس مجرد وواعي لاحظي أنه موضوع الواعي هون أنت لازم تاخديه بعين الاعتبار ليش لأنه إذا مو واعي لا تشربه ماء لا تفكري أنه إذا مو واعي معت مية بالمية لا تفكري تعطيه أي رشفة ماء لأنه ممكن هي تكون سبب فيه اختناقه اختناقه لكن إحنا ممكن إذا شفتي واحد مصاب بضربة شمس وقربت له كاست الماء لح تتفاجأ لون اللي حيشربه لحيشربه بنهم ليش لأنه بالأساس ارتفعت درجة حرارة الجسم من نزلة السوائل قدت له حالة من بداية فقدان الوعي تململ وجفاف أيضاً احنا مسميه تململ يعني أنت بتحسي بحركة غير طبيعية تصرفات غير مفسرة قدامك أنه صار متوهج متململ فهون أنت بهيك حالة قبل ما يسي يفوت بدرجة فقدان الوعي إذا بتعطيه كاست ميل هتتفاجأي شلون لها يتناولها بنهم بنهم نضيف عليها ملح لأنه بالتأكيد يعني لما بتنزل هالسوائل تنزل مع هالأولاح هل هي حالة الإسعاف موضوع لأنه الملح هو ممكن نعطيها وريدياً لما بيحتاج لما بيفقد هو السيطرة على توازنه من انخفاض السوائل لكن أنت يلا جربي أنت واعي إذا منحط لك شوية ملح بكاسة يعني ما لح تتقبل يوم من حدا بالعكس يعني بتعتبريه مقلب فما مالك إذا واحد تعبان لا بس لأنه اللي عم فكر فيه أيضاً وقد تكون أكتر أعراض الإجهاد الحراري اللي حكيتها حضرتك اللي بتنزل كتير من الضغط يعني الواحد بشعر بالفعل عنده إعياء عنده دوخة فإذا تناول شوية ملح مثلاً نحطهن على خيارة يعني يعني بتحسن انخفاض هذا أنت عم تتجي باتجاه يعني مرض انخفاض توتر الشرياني انخفاض توتر الشرياني يعني إذا بيجيبوا لك مريض على العيادة في حالة هبوط ضغط فإذا بتحطي له الملح على اللثة صح بتحسن بعد شوية نحن نحكي بكتير يعني طرق وقاية وخاصة طبعاً للأشخاص المتواجدين بالمخيمات اللي ما عندهم يمكن خيارات كتير إنه نتواجدوا دائماً يعني في الكارفانات أو الخيام لكن قبل هيك دكتور الأشخاص اللي بشرتهم بيضة وبيتعرضوا أيضاً لأشاعات الشمس هل هن معرضين للإصابة بضربة الشمس أكتر من الأشخاص البشرتهم حنطية أو مائلة إلى السمرة مثلاً إلى علاقة حسب مدة تعرض للشمس هاي بتوقف إنه يعني ممكن ندخل في العرق أو البشرة أو لكن أمتى لما بتتساوى فترة تعرض الإنسان لدرجة حرارة الشمس لكن إحنا يعني فيه عندك مثلاً أشخاص حنطيين مثل ما حضرتك حكيت إيوه يعني وصفتي يتعرضوا بشكل أكتر إلى أدول اللح يصابوا أكتر يعني من البيض الفكرة الموضوع هي مدة تعرض للشمس والجو يعني أنت بدك هلا في عنا البيئة أو الطبيعة الجبلية يعني أكيد أكيد الجو فيها الحياة يفرق كثير عن البيئة المتواجدين فيها أخواننا وأشققانا بالمخيمات هون جو جاف جداً يعني الهواء صحراوي من النوع حتى الهواء اللي بيعطيك الحرارة مو بس تعرض لأشعة الشمس والهواء بيصحب شوية حرارة هلا النصائح اللي هون يعني هي النصائح اللي أهلنا ربونا متما تفضلتي وليست هي بتعتمد على النواحي العلمية الطبية أكتر عدم التواجد ما أمكان تحت أشعة الشمس صار فيه تواجد اللي عم بيشتغلوا يعني أنا بعرف ومثل ما حضرتك بتعرفي لما بتزوروا المخيمات طبعاً معظم المهن هونيك يعني معرضين ل طبعاً حتى الأطفال اللي صغار ولا دائماً تلعيون هي هاي هون العلاقة بالوعي أنه يعني هالأمهات الكارفانات ما عم تحميون طبعاً لأنه هي بحد ذاتها يعني غير صحية بتصميمها فبالتالي هنن جوا معرضين للحرارة لكن الخطر اللي بره أكبر بكتير صح إما اللي عم بيشتغلوا اللي عم بيمارسوا أعمال ضمن المخيمات فإحنا منصحهم وبالفعل أنا شفتها شفتها بالمخيمات عم بيحطوا القبعات اللي هي الواقية أو مو الأش بس الواقية الدائرية اللي حواليها عريضة هاي بتحميون الألبسة البيضة يعني اللي بتعكس أشعة الشمس هاي جداً ضرورية طب شاش أبيض مثلاً في حال عدم موجود القبعات يعني مثلاً ماشى بيضة على الرأس بتساعد أي شيء من الألوان الفاتحة بيعكس أشعة الشمس فبالتالي بيخفف اكتساب أو امتصاص الجسم للحرارة وللأشعة هذا كتير مفيد أما الأشياء كتير المهمة كمان السوائل قد ما قدروا هدول يعني كل ما كانت ارتفاع نسبة السوائل بجسم كل ما تأخر تأخرت الأعراض نتيجة ضربة الشمس تعرف شو التحدي الكبير يعني الله يارب يبلغنا شهر رمضان كل عام والجميع بألف خير لكن هلأ يعني ما حلول شهر رمضان والأشخاص هاي بالفعل يعني موجودة ومتواجدة في المخيمات وفي ظروف عمل كتير صعبة يعني قضية السوائل يعني نقص السوائل برمضان أساسية ما نشوفي هلأ موضوع موضوع شهر رمضان أنا دائما هلأ بيحكوا كتير بمجتمعاتنا أنه والله السنة هاي شهر رمضان أطول بخلال 30 سنة لورا وابلهم يعني رمضان بيجي وبتجي رحماته معهم لكن الملاحظة الملاحظة صحية 100% أنه إحنا لازم يكون فيه سوائل زايدة مشان يقدروا هلأ إن شاء الله انتلقائيا لحب بخلال يعني شهر رمضان بتلاقي عملهم بالنهار بخف يعني أنا بشوف كتير من العمال السنة الماضية في المخيمات عملهم بالنهار بينزل تقريبا يعني لأكتر من التلتين وبيعوضوا عنه في بعض يعني غياب الشمس بس أنا بقلق كتير على الأطفال بيكونوا كتير متحمسين يعني بدون يسوموا بالتأكيد يعني نحنا أيضا من ربي ولادنا على هالشعائر لكن يمكن في حد فاصل يعني الأهل هون بدون يكونوا كتير حريصين إذا شعروا بالفعل إنه الطفل مو مزبوط يعني لازم يعطوه سوائل مو هيك لأنه في أطفال بتقول لك لا أنا يعني ما بفتر مثلا أهلا هون بيجي بيضافر الوعي الصحي مع الوعي خلينا أسميه الفقهي لشهر رمضان يعني إنه والله الطفل هذا عم بيعاني بنهار لفقدان من السوائل هو بالأساس جسمه لا يسمح يعني من الأجسام النحيلة ويعني الله هيك يا رب يعني عجل الفرج يعني أطفالنا في المخيمات ما بتصور فيه عندهم درجة سمنة أو سمنة مفرطة كل ياتهم يعني أجسامهم لا حول ولا قوة إلا بالله لكن هذول فإحنا من يعني من اهتمامنا بحياة أبنائنا لازم نكون موازنين بين صيامه أو عدمه حسب صحة الطفل بيمشي بالشمس أو ما بيمشي يعني الشغلة الجيدة الحمد لله إنه المدارس لحتخلص قبل قدوم شهر رمضان فبالتالي الأطفال اللي ما أهلهم مجبورين على إنهم يخلوهم يشتغلوا فهدول بيكونوا يعني نعمة كبيرة إلهم صح سؤال أخير وسريع دكتور في ناس تقول لك اللي متعود يعني الواحد يقدر يتعود على الشمس يعني هل بالفعل أشخاص المعتادين فردان يشتغلوا أكتر بالشمس إنه خلص يعني بسير عندهم بسير عندهم مناعة ضربة الشمس ما إلى علاقة بالله لكن حسب مدة التعرض نعم نشكرك جزيلا شكر دكتور يشام أهلا وسهلا فيك شكرا لها النصائح المهمة جدا شكرا لكم شكرا كما على برنامجكم ببداية فصل الصيف أهلا وسهلا فيك ومشاهدين فاصل وراجعين وإياكم